أعوذ بالله من الشيطة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة السابعة المحافظة على الموارد المائية من التلوث ونواصل تسجيل المقاطع للشرح محتويات هذه الوحدة واليوم نتناول تأثير تلوث الماء على البيئة تأثير تلوث الماء على البيئة تأثير تلوث الماء على البيئة ممكن نلخصه في الماء والحياة تأثيره على الحياة وتأثيره على التنوع البيولوجي الماء والتنوع البيولوجي تأثير ما على تأثير الماء الاجتماعي والاقتصادي تأثير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية تأثير ما على الوسط الطبيعي والتنمية المستدامة sustainable development والكوارث الطبيعية أيضا يسبب بعض الكوارث الطبيعية في هذا المقطع نتناول أول ثلاثة ومقطع البعد نتناول الثلاثة الأخرى الماء والحياة أي كيف يؤثر الماء الحياة نستعمل الماء للشرب والطهي والنظافة والسقي أي الري وفي العديد من الأنشطة الصناعية والترفيهية وغيرها كما يعد الماء من مصادر إنتاج الطاغة الكهربية يعني الماء يعتبر مصدر مصادر إنتاج الطاغة الكهربية وهنا نلاحظ بالشكل جيد هذه الرسمة كيف صورة لماء نظيف ظهرت الماء والتنوع البيولوجي كيف التأثير هنا ظهرت أولى أولى الكائنات الحية في الماء منذ أكثر من ملياري سنة أكثر من 2 مليار سنة ظهرت أولى الكائنات الحية في الماء وتعد المجالات المائية من أغنى الأوساط الطبيعية من حيث تنوعها البيولوجي أو التنوع الحيوي بعد الغابات الاستوائية يعيش في هذا الوسط عدد من الكائنات الحية منها الطحالب، النباتات، الحيوانات وهنا نلاحظ بالشكل واضح في الصورة طحالب على الماء نمرة لا تأثير الماء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية تأثير الماء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية يلعب الماء دوراً أساسياً وحيواناً في حياة الإنسان حيث يروي الجسم ويغزيه ويخلصه من الفضلات هذا على مستوى جسم الإنسان ويساهم في تنظيم حرارته بعملية التعرق يعني على مستوى جسم الإنسان من ناحية الصحية وترتبط جل أنشطة الإنسان بالماء سواء كانت منزلية صناعية أو زراعية توفر المياه الصطحية العمل أي توفر المياه الصطحية العمل لملايين الأشخاص مثلا في الصيد والفلاحة والسياحة والنقل لاستخدام السفن والمراكب والفسحة في الأنهار والصيد والسمك والنقل في البحار والآخر يؤدي تلويس الماء أو نقصان كميته إلى ما يلي نقص مهول في كمية الموارد الطبيعية المستقلة كالأسماك والمحار وغيرها نقص في المردود الزراعي يعني مع قليل معناته لا توجد زراع ومردود أيضا يؤثر على الاقتصاد الأسر اقتصادي يكون الأسر اقتصادي هنا واضح جدا ركوض السياحة يعني إذا ما في مياه ما في مراكب ونفسح في الماء يعني فقدان العديد من مناصب الشغل يعني ما في ناس يشتغلوا على هذه المراكب أو يزرعوا لآخره فلا يكون في أماكن للعمل وبهذا يؤثر أيضا سلبا على الاقتصاد وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع وحصل العاصل الشيخ في مقاطعه